أهلا بحضراتكم من جديد البعض بيحاول يزهر الأهلي في وضعية أنه هو ظالم لأبنائه وضعية أنه أنت يعني غدرت أو غدرت بلعيب من اللعيبة اللي عندك طيب أنا بتحديد عايز أتكلم عن الكابتن حسام عصور قيمة وقامة عظيمة في تاريخ النادي الأهلي هل نقدر نختلف على كده؟ ما نقدرش هل ينفع واحد يجي يقولك لا عصور ده كان لعيب مش اطلاقا عصور ده كان من أهم اللعيبة في تاريخ النادي الأهلي ده في المجمل وأهم اللعيبة في صفوف النادي الأهلي على مدار 16 موسم متتالي معدى الموسم الأخير مثلا مشاركش فيه شكل أساسي في معدى ذلك الرجل كان بشارك أساسي على طول الرجل ليه كل الحب والتأدير والاحترام من كل جمهير النادي الأهلي برضو 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 يعني بما أنه مثلا واحد يعني أنه بحب الأهلي مثلا فبالتالي بحب أحسام عشور فبالتالي بصراحة كان نفسي أحسام عشور مثلا سنة يبقى أحد سنة كمان مثلا أقول لك الأسخن من كده مجلس إدارة نفسه كان نفسهم يبقى أحسام عشور موجود لكن في كل الأحوال بيحكمنا إيه؟ سياسة الأهلي اللي بتتمثل في إيه؟ بتتمثل في المدير الفني بيقول طلباته طالما أنت بقى مستقرن المدير الفني ده حيكون معاك يقول طلباته وإنت تنفذ هالي في حاجة غريبة في القصة دي؟ لا ما فيش حاجة غريبة طيب هل الأهلي بس اللي استفاد من حسام عشور؟ يعني الأهلي فريق النادي الأهلي استفاد من حسام عشور بس؟ حسام ما استفادش؟ لا طبعا حسام عشور استفاد لأن في نغمة دلوقتي خارجة في الأعلام بعض الأعلامين يعني وهتقلي كده يعني من زمالنا في الأعداد بيقولك إيه؟ أصل حسام عشور ولازم الأهلي يقف جنبه ولازم الأهلي الأهلي بيقف جنب أبناءه ده أمر مفروض منه ده طبيعي جدا لكن بعد إذن حضرتك ما تظهرش النادي الأهلي في أنه بيظلم أبنائه إطلاقا زي ما الأهلي استفاد من حسام عشور استفادة فنية رائعة وعظيمة أيضا حسام عشور استفاد من نادي الأهلي ماديا وفنيا وكل حاجة كل حاجة بتتعلق باستفادته من نادي الأهلي هتلاقيها موجودة اسم كبير عمله حسام عشور عشان متواجد في نادي الأهلي إذن الطرفين مستفدين الطرفين مستفدين طيب هل في الوضع الحالي النادي الأهلي أثر مع حسام عشور؟ لا أنا بستعيد الجزئية دي وبعيدها وبتكلم أحركوا فيها تاني ليه؟ لأن البعض بينسى والبعض بيحاول ياخد الأهلي في اتجاه تاني خالص ويسوق سورة الأهلي عند جماهير بينفعش يا جماعة إيه اللي أثر فيه نادي الأهلي مع حسام عشور؟ بالعكس ده اللعب خلاص قرار قرار مدير فني بالتالي خلاص لجنة تخطيط للكورة أكرت بالقرار ده بتتنصيك مع المدير الفني ولمصلحة الأهلي وطبقة مصلحة الأهلي هي فوق الكل يعني ده طبيعي ومصلحة الفريق الأهم والأهلي اللي ما بيتعامل مع فريق مش بتعامل مع لعيب أو لما بيهموا مصلحة حد بيهموا مصلحة الفريق وأيضا مصلحة اللاعبين بس الأهم بالنسبة لي رقم واحد الفرقة ككل جه ده طبيعي جدا ومفروض اللي بيبقى طبيعي في أي نادي فإيه اللي عمله نادي الأهلي لحسام عشور؟ أو إيه اللي حاول نادي الأهلي يساعد فيه حسام عشور؟ أنا بيحب حسام عشور جدا لكن في نفس الوقت يا جماعة ما تزوريش النادي الأهلي في صورة إنه هو الظالم لأبنائه لازم لازم يبقى فيه منطقية شوية في الكلام فتقديرا ونفكر حراركو تاني تقديرا لقيمة حسام عشور وتاريخ حسام عشور المميز والرائع واللي ما فيش يعني حد يقدر يعود أو ما فيش حد يقدر يعمل تاريخ اللي عمله حسام عشور مع النادي الأهلي تاريخ عمله مع فريق واحد على مدار سنوات عديد صعب فالأهلي راح ماخد قرارات قال له يا جماعة يا عشور دلوقتي لو أنت هتعتزل فبالتالي إحنا هنعمل لك مطش اعتزال وأي عائد حيجي من مطش ده هنعمله تصويق طبعا عالمي والعائد كله لك تقديرا لإيه؟ لما سرتك الرائع وتقديرا إنك ما لعبتش في أي نادي وما لبست ستيشرت تاني غير تيشرت النادي له وتقديرا لمرونتك في المفوضات مع النادي الأهلي ده أمر مفروض منه بالمناسبة يا جماعة برضه عشان يبقى إحقاقة للحق الرجل كان في أي قعدة تجديد ما بتاخد شوقت خالص تمام؟ وتقديرا لحاجات كتيرة جد أكتر لعيب جاب بطولات أخيامسة أو 36 مطولة فأنا حطط لك الثلاث حاجات دول مباراة اعتزال العائد بتاعها كله لحسام عشور أي فترة معايشة سواء على الجانب الإداري أو الفني الأهلي متكفل بها تماما وخلي بالك مباراة الاعتزال دي مهم ما بتبقاش موجودة في الأهلي من سنة التسعين تقريبا الأهلي لاغي موضوع موضوع موضوعات الاعتزال لكن استثنى قيمة حسام عشور استثنى واحد باسم وتاريخ حسام عشور فبالتالي خد القرار ده إحنا هنعمل النادي الأهلي هيعمل لحسام عشور مباراة اعتزال يعمل فترة معايشة سواء هنا أو هنا جانب إداري فني في أي حتة في الدنيا هو عايزة لوظيفة أو عمل في قناة النادي الأهلي أمور ما حصلتش مع أي لعيب تاني من اللعيبة اللي اعتزلت ده لأول لعب كرر اعتزال فبالتالي يا جماعة الأهلي ما أسرش مع حسام عشور عشان البعض ما يحاولش يزر النادي الأهلي إنه هو مقصر مع أبنائه مش الأهلي اللي كده اطلقه مش الأهلي اللي كده اطلقه ممكن حضرتك ونت بتتكلم مش عارف أو ممكن تكون بتتكلم في الجانب احترافية لو بتتكلم في الجانب احترافية فالاحتراف بعينه اللي بيطبقه النادي الأهلي ودي حقيقة ويسيبك بعنا دلوقتي يسيبك من بجل الأهلي ده اللي موجود على الشاشة مش بتكلم عن شركات الأهلي بالمنطق وبالعقل كده فكر فيها حدرتك ونت بتتبعني أو حدرتك تتسمع كلامي فكر فيها وقل شوف الرجل ده بتتكلم صح ولا غلط أو شوف كلامي منطق ممكن تختلفه ممكن تتطفك لكن الأكثر منطقية هو اللي عمله النادي الأهلي أنا عندي مدير فاني بيحط قرارات بحاول انفزاله عشان الرجل ده هو اللي بيقود الفريق وانا عايز مصلحة الفريق ومصلحة النادي ده الطبيعي فبالتالي في كل أحوال حسام عشور لسه ماكررش لان البعض كمان قال لك حسام عشور كرر الاعتزال وبيصدم كرر ان هو ما يعتزلش وبيصدم النادي الأهلي في صدمة ولا حاجة لنادي الأهلي ده قرار يخص اللاعب نتمنى طبعا حسام عشور يعتزل مع النادي الأهلي ده أمر مفروغ منه كلنا نتمنى كده لكن برضو ده قراره لازم يحترق ولو عشور راح أي حتة في الدنيا حنفضل دعمين ومساندين ليه نتمنى له يا رب كل التوفيق عمر محد حيقدر ينكر أو يخفل تاريخ حسام عشور مع النادي الأهلي دي جزئية من ضمن الجزئيات الهمة برضو